السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسير عليكم ويا رب دايما بخير نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية وبعدين نعرف هي ليلة القدر امتى بالتحديد هي ليلة القدر فاتت فعلا وكانت يوم او ليلة 21 ولا هي لسه جاية اولا من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهنا بنتكلم عن الاحاديث الصحيحة وبعد كرة حنتكلم عن الرؤى اللي جات وكانت بتقول انه هي يوم ايه تحديدا طيب اول حديث هو لاباي بن كعب رضي الله عنه وقال هي ليلة صبيحة 27 وامرتها ان تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء ولا شعاع له فهي كانت هنا صريحة ان هي ليلة 27 طيب في احاديث تانية بتأكد الامر ده وفي احاديث تانية بتدل ان لا هي في ليلة تانية وهنحدد الليلة ودي اللي معظمنا بيشعر فيها يعني هتلاقي ناس كتير قوي بتشعر في الليلة دي انه ليلة القدر طيب الحديث التاني بيقول ايه ان الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث ده عن ابو هريرة رضي الله عنه وكان بيقول تذكرنا ليلة القدر عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ايكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شقة جفنة شقة الجفنة يعني نصف قصعة فقالوا انه الليلة دي او التوقيت ده كان بيعود على ليلة 27 يعني ليلة 27 انه الامر فيها بيكون طالع بالصورة دي فده برضو الحديث ده كان بيأكد ان هي ليلة 27 طيب في حديث تاني برضو بنفس المعنى برضو الحديث ده كان لابي بن كعب رضي الله عنها وقال والله اني لا اعلمها واكثر علمي هي الليلة التي امرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بقيامها وهي ليلة 27 طيب الحديث ده با ركزه فيه لانه ما بيقولش ان هي ليلة 27 هو بيقول ان هي ليلة ايه الحديث ده بقى عن عبد الله بن قنيس وده برضو فيه صحيح مسلم وكان بيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر اني قريت ليلة القدر ثم انسيتها واراني سبحها اسجد في ماء وطين فسبحان الله انه اليوم اللي حصل فيه كده بعد رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام انه المطرة نزلت ليلة 23 فصلى بينا الرسول عليه الصلاة والسلام فانصرفوا ان اثر الماء وطين على جبهته وانفه فقال انه هي كانت ليلة 23 ودي ليلة كتير قوي 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 مننا بيشوف ان هي ليلة 23 وكتير قوي من الرؤى بتقول ان هي ليلة 23 طيب ازاي وفيه احاديث تانية كانت بتأكد ان هي ليلة 27 برضو في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ذكر ارى رؤياكم قد توطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الاواخر فالحديث ده عن مين؟ عن ابن عمر رضي الله عنه فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هنا بينبه ان هي في السبع الاواخر السبع ليالي الاواخر طيب في حديث تاني برضو عن ابن عمر رضي الله عنه وكان بيقول ان فيه اناسا رأوا ليلة القدر في السبع الاواخر واناسا رأوها في العشر الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الاواخر فالاحديث هنا ودي اول شيء عندنا قبل الرؤى وقبل كل شيء احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هنا كان معناها ايه؟ ان احنا نلتمسها في السبع الاواخر ان احنا ليلة القدر بالنسبة لنا يعني فيه حديث قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام شاف الرؤية ونزول المطر او الغيس وانه صلى وكان فيه تين وده حدث بالفعل ووقعت بس ليلة تلاتة وعشرين وفيه احاديث بتقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر ان احنا نلتمسها في السبع الاواخر واحاديث قالت انه ليلة سبع وعشرين ده كله معناقي والناس التانية اللي بتقول انه انا بشعر بيها بس ليلة خمسة وعشرين ودي ناس برضو مش عدد قليل ده معناه ان ليلة القدر متغيرة لانها وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم تلاتة وعشرين ولكن معظم الناس ده اذا ما كانش اغلبيتنا كلنا بنلتمسها او كلنا بنركز في ليلة سبع وعشرين فما تركز في ليلة سبع وعشرين طالما ان هي وقعت اصلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في تلاتة وعشرين احنا نلتمسها في السبع الاواخر زي ما ذكر فنركز اوي في السبع الاواخر اللي هم مقبلين علينا الفترة اللي جاية نركز اوي في الليالي الوترية في الفترة اللي جاية ما نضيعهاش ما نضيعهاش ان كان على الرؤى فمعظم الرؤى كانت بتقول زي ما ذكرتلكو ان هي ليلة تلاتة وعشرين طبعا والله اعلى واعلم لكن معظم الرؤى اللي بتيجي وده مش العام ده فقط يعني ده اكتر من عام مضى كانت معظم الرؤى بتقول ان هي ليلة تلاتة وعشرين فتبقى للأحاديث ولو هنرجع طبعا واولا واخيرا للأحاديث هيكون انه ليلة القدر متغيرة مش ثابتة طبعا والله اعلى واعلم فياريت ما نضيعهاش اي يوم الفترة اللي جاية من الليالي الوترية ونركز اوي فيها وربنا يبلغنا جميعا ليلة القدر ويستجب لدعواتنا كلنا باذن الرحمن ويفك الكرب ويرفع الظلم يا رب والسوء عن اخواتنا في غزة وفلسطين الحبيبة فياريت ما ننسهمش من دعواتنا في الايام المقبلة ربنا يعزوكو اترككم في رعاية وحفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة